شحة المياه من بين مجموعة أزمات يعيشها العراقيون في مختلف المناطق في العراق حي الفيلق في محافظة التأميم إحدى المناطق التي يعاني سكانها من انقطاع المياه لأيام متواصلة لا سيما في فصل الصيف مشكلة ماء بكل كاركوك موجودة وخاصة نعاني منها بالصيف وفيلق يعني من أحياء الحديثة بكاركوك من بني فهلقد اهتمام ماكو على الفيلق حي كردستاني سمونا هنا فالمريود من حكومة يوفر الخدمات هو الحكومة شنو؟ الأمن والخدمات الماء من ضمن الخدمات فما بمن يلو حكومة يوفرها للشعب الفيلق تقريباً بالخمسة آلاف بيوت أكثرهم ما عادهم يتفذ مرة جاي حفر أسحب موي للبيوت أسعاني وسطة يشتغل للبيوت كثير عندي طلبات ناس تريد موي وناس أكثر ناس اللي تسحب موي ما عادهم ناس محتاجة ناس مهجرة جاي من غير محافظة جاي يسكن يشتغل عشرة آلاف أو عشرة ينصرف بيش تريد بيون تنكر الحصول على الماء في هذه المنطقة أصبح يشكل عبءاً جديداً على المواطنين هناك أرملة عندي جال يتيم نيمة والله العظيم ومونا دين أروحها كل ثلاثة أيام تنكر موي الله بس أشتري من التنكر كل تنكر خمسة عشر ألف والله العظيم ومالح ما ينسرم والله الله وكي لك موي معكم هذا هساني بيت هناك الساعة ثلاثة هنا فيها تبا البيت كيف لك الله نعصاد يوميا حافرين بوري حافرين بوري وموي معكم فنطلب من المحافظ يوصل لنا موي يطلع مناشدات حكومة يعني البلدية يوفروننا موي حتى الناس إن شاء الله وكي لك نشتغل عشر ألف عشرين والخمسة عشر ألف نجيبنا ونحفر بيهنا المي سكان ناحية الفيلق أكدوا أن الجهات الحكومية تجاهلت مناشداتهم المستمرة من أجل إنهاء معاناتهم بزعنا رحنا خمسة ستة رحنا عشر خمسة عشر يابا مي ماكو هلا هلا بينا دحجوا علينا شو قبرتان يجينا مي ليش الساعة ما عاد يجينا مي شن السبب والله بواري مكسر بواري مدري شنه يابا سوى البواري تمام لولا وبقت الناس الساعة مغطورة من هذا المي المال حيأخذونها بعشرين ألف حتى شرم ما تنشر والله يعني أزمة المي حيال بشكل والله ما خلينا أحده ما دقينا بابا وما بين الإهمال الحكومي والفساد والصراعات السياسية باتت أزمة شحة المياه في العراق من المخاطر الأساسية التي يجب إيجاد الحلول العاجلة لها